موسيقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا في باب جوامع التوحيد من الكافي الشريف الحديث الثالث من هذا الباب ما يرويح الكليني رضوان الله تعالى عليه بأسناده عن الفتح ابن يزيد الجرجاني قال ضمني وعب الحسن الطريق في منصرفي من مكة إلى خراسان وهو سائر إلى العراق فسمعته يقول الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام أمر المأمون بأن يحمل إلى خراسان حيث كانت مارو في ذلك الوقت العاصمة الموقتة للسلطنة العباسية وقد أراد المأمون بخطة خبيثة أن يورط الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام في مسائل الملك فاقترح على الإمام أن يقبل بالخلافة لكن الإمام عليه الصلاة والسلام رفض ذلك لأن السلطة الحقيقية لم تكن بيده السلطة كانت بيد المأمون الجيش وسائر القوى كلها كانت بيده ولو كان الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يقبل الخلافة لكان خليفة في الظاهر لا يملك من الأمر شيئا كما حدث بعد ذلك لسلاطين بن العباس حينما سيطر الأتراك بعد المتوكل على زمام الأمور فالسلطة الواقعية كانت للأتراك والخليفة كان خليفة في الظاهر هذا الأمر كان يريد أن ينفذه المأمون بالنسبة إلى الإمام الرضا يجعله خليفة في الظاهر وتكون السلطة الواقعية بيده يعني بيد المأمون ويفعل ما يشاء لكن تحت هذا الغطاء فالإمام رفض ذلك فالمأمون تنازل عن مطلبه وغير الأمر إلى قبول ولاية العهد الإمام أيضا رفض لكن هنا المأمون حدد الإمام عليه الصلاة والسلام بالقتل بأنه إذا لم يقبل ولاية العهد سوف يقتله فالإمام عليه الصلاة والسلام حفاظا على نفسه ولجهات أخرى قبل ولاية العهد ولكن اشترط شرطا الشرط هو أن لا يتدخل في أمور المملكة في أي شيء من الأشياء وفي أي جزئي من الجزئيات لأنه هو ولي العهد ليس المسؤول عما يحدث في البلد ولأنه اشترط أن لا يتدخل في أي أمر من الأمور لا يمكنهم توريطه في القضايا التي يريدون توريطه فيها لا يتمكنون من ذلك فلا هو يتحمل مسؤولية الأفعال التي يفعلها المأمون لأن المأمون هو الذي كان السلطان الخليفة عند الناس ولا هو يتدخل في أمر من الأمور باعتباره وليا للعهد ولكن منزوع الصلاحيات بشكل نهائي فالمأمون قبل ذلك والإمام عليه الصلاة والسلام صار وليا للعهد لماذا الإمام قبل هذا إضافة إلى حفظ النفس كانت هناك حكمة كبيرة بحيث أنه بعد فترة التفت المأمون بأنه قد أخطأ الحسابات فلذلك فكر في قتل الإمام عليه الصلاة والسلام فسمه في طوس في خراسان في طريق الرجعة إلى بغداد على كل حال هذه قضية تاريخية ولعله في كتاب الحجة سنشير إلى جوانب من هذه القضية وأن المأمون أراد أمراً لكن الإمام عليه الصلاة والسلام لم يمكن المأمون مما أراده وأيضاً الإمام عليه الصلاة والسلام حول خطة المأمون إلى فضح للخلافة العباسية وإلى إثبات الإمام في أذهان الناس على كل حال فالإمام خرج في طريقه إلى خراسان فهنا الفتح ابن يزيد الجرجاني كان راجعاً من مكة إلى العراق فجمعه الطريق مع الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام وسمع الإمام يقول كلاماً ثم بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يذكر قضايا ترتبط بجوامع مسائل التوحيد يعني كلمات مختصرة لكن تتضمن أصول مسائل التوحيد الكلمة الأولى التي قالها الإمام عليه الصلاة والسلام وهي كلمة من الكلمات المهمة لكنها لا ترتبط بمسائل التوحيد مباشرة لكن لأنه ضمن الكلام كان فالكلين اللي رضوان الله تعالى عليه روى هذا المقطع أيضاً الإمام يقول من أرضى الخالق لم يبالب سخط المخلوق وهذه كلمة جداً مهمة الله عز وجل في القرآن يقول والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين كثير من الناس يخشون سخط الناس لكن الحق أن لا يخشوا سخط الناس وإنما يخشوا سخط الله سبحانه وتعالى أنت حاول أن لا يغضب الناس عنك لا بأس بذلك لأن هذا من الأمور الأخلاقية التي أمر بها الإسلام أنه داري الناس راعي مشاعر الناس لكن في ضمن الإطار الشرعي لا تتعدى حدود الشرع وتعدي حدود الشرع بأن يكون طلب رضى المخلوق بسخط الخالق أنت تطلب رضى المخلوق برضى الخالق لا بأس بذلك الله سبحانه وتعالى أنزل مجموعة من الأحكام الشرعية ومن الآداب الأخلاقية ومن أحكام المعاشرة مع الناس فأنت عاشر الناس معاشرة لطيفة بحسن الأخلاق بالمدارات بتحمل سوء الناس كل ذلك افعله ضمن الإطار الشرعي لا بأس به ولكن أحيانا يتعارض رضى الله مع رضى الناس فإما أن تسخط الله سبحانه وتعالى وترضي الناس وإما أن ترضي الله سبحانه وتعالى وتسخط الناس هنا غالب الناس يرجحون رضى المخلوق بسخط الخالق لأنهم ينظرون إلى المصالح الآنية المصالح الوقتية هذا حاكم جائر أنت إذا اشتركت معه في ظلمه سيغدق عليك بالأموال بالمناصب يثني عليك يطري عليك هذا ترجيح رضى المخلوق على رضى الخالق الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام في خطبته المعروفة في الشام خاطب ذاك الخطيب الذي صعد المنبر وبدأ بشتم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال له ويلك اشتريت رضى المخلوق بسخط الخالق فبئسة التجارة هذه هذه التجارة سيئة وآيات قرآنية ذمة هذه التجارة الذي يبدل الدنيا بالآخرة يأخذ الدنيا ويخسر الآخرة الصحيح هو أنه أنت تحاول أن ترضي الله ولو الناس سخطوا عليك بعض الأحيان احنا تجينا أسألة من بعض الناس مثلا بعض المؤمنات يعيشون في بعض البلاد غير الإسلامية أو في بعض حتى في بعض البلاد الإسلامية يقولون التزامنا الديني هو مثار لسخرية الناس إذا هذه البنت كانت محجبة في الجامعة يستهزئ بها زميلاتها وزملاؤها في المجتمع يستهزئون بهم إذا التزموا بمسائل الدين ماذا نفعل؟ الجواب أن ترجح رضا الله على رضا هؤلاء فليستهزئوا بك ألم يستهزئوا بالأنبياء؟ يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يستهزئوا برسول الله محمد صلى الله عليه وآله؟ استهزئوا به لكنه الله سبحانه وتعالى قال له فاستقم كما أمرت ومن تاب معك فإذن من أرضى الخالق لم يبال بسخط المخلوق ومن أسخط الخالق بالمعاصي الإنسان الذي يعمل المعاصي فيسخط الرب سبحانه وتعالى فقمن يعني جدير قمن أن يسلط الله عليه سخط المخلوق يعني أنت لماذا تسخط الخالق؟ لرضى المخلوق هذه غاية لا تدرك وفي المثل المعروف رضى الناس غاية لا تدرك فأنت تريد أن تحاول أن تجلب رضى المخلوق بسخط الخالق لا توفق إلى ذلك إذا يوم يوميا كم واحد رضوا عنك لكن النتيجة سيكون سخط عليك الذين هم أعوان الظلمة هؤلاء جلبوا رضى المخلوق الذي هو الحاكم الظالم بسخط الخالق ولكن النتيجة أن الناس يسخطون عليهم نفس هذا الحاكم الظالم قد يسخط عليهم ومن أعانى ظالما سلطه الله عليه وكذلك في يوم القيامة يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب فإذن الإنسان عليه أن يجلب رضى الله ولو أدى إلى سخط المخلوق بعد ذلك الإمام ينتقل إلى المسائل التوحيدية التي لأجل تلك المسائل الكوليني ذكر هذا الحديث في هذا الباب باب جوامع التوحيد وإن الخالق لا يوصف إلا بما وصف نفسه وهذا أيضا قد مر سابقا لا يحق لنا أن نصف الله سبحانه وتعالى إلا بالأوصاف التي هو الله سبحانه وتعالى وصف بها نفسه لماذا؟ لأننا لا نحيط بالله سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما علمنا لا يتمكن أن يحيط بالله لماذا؟ لأن الله لا محدود وعلمنا محدود نحن ألفنا المادة المحسوسات والله سبحانه وتعالى ليس بمادي ولا محسوس فلذلك لا يمكن لعقولنا أن تدرك حقيقة ذات الله وأن تصف الله سبحانه وتعالى بالأوصاف الصحيحة والدليل على ذلك أن تذهب إلى الملل والنحل اليهود والنصارى والمجوس والفرق الإسلامية التي ابتعدت عن منهج الرسول صلى الله عليه وآله وعن منهج أهل البيت عليهم الصلاة والسلام تجدهم يصفون الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين وقالت اليهود يد الله مغلولة وقالت النصارى المسيح بن الله وهكذا المجوس جعلوا الرب إله للخير وهناك جعلوا إله للشر شريكا له المذاهب الأخرى هكذا في المذاهب الإسلامية التي ابتعدت عن المنهج الصحيح أخذوا العقائد من اليهود من النصارى من غيرهم جسموا الله سبحانه وتعالى وما قدروا الله حق قدره لماذا لأنهم لم يصفوا الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه الرسول مفسر للقرآن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم الرسول مبين للقرآن لأن القرآن صحيح وميسر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولكن فيه ناسخ ومنسوخ وعام وخاص ومحكم ومتشابه فيحتاج إلى بيان الرسول صلى الله عليه وآله لكن إذا تركت بيان الرسول وبعد الرسول تركت بيان الأئمة عليهم الصلاة والسلام الذين هم عدلوا القرآن في حديث الثقلين المتواتر بين الفريقين هذه الفرقة الإسلامية وتلك الفرقة الإسلامية كل فرقة كل حزب بما لديهم فرحون كل واحد يفسر القرآن بالكيفية التي أخذها من اليهود أو النصارى أو غيرهم من التوراة أو الإنجيل المحرفتين أو بما فكر به بعض السالفين منهم فلذلك تجد أنهم يصورون الرب سبحانه وتعالى بالصفات المخلوقين المجسمة الآن الوهابية منهم يصفون الله سبحانه وتعالى بأنه جالس على العرش لماذا؟ لأنهم تركوا الآية المحكمة وتمسكوا بآية متشابهة يصفون الله سبحانه وتعالى بأنه يرى في الآخرة مع أنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار لماذا؟ لأنهم أخذوا آية متشابهة وتركوا الآية المحكمة يصفون الله سبحانه وتعالى بأن له يدين لأنهم تركوا الآية المحكمة ليس كمثله شيء وتمسكوا بالآية المتشابهة وهكذا وهل مجر فأنت إذا تريد أن تصف الله سبحانه وتعالى بأوصاف لا تتعارض مع الحقيقة ومع الواقع فيجب أن تتوقف وتتلقى هذه الأوصاف من القرآن ببيان الرسول ومن بعد الرسول ببيان الأئمة عليهم الصلاة والسلام لأن الرسول هو الذي يبين القرآن الأئمة هم الذين بعد الرسول يبينون حقائق القرآن وإن الخالق لا يوصف إلا بما وصف به نفسه لماذا؟ لأن الوصف الصحيح لشيء يكون عن طريقين حسرا الطريق الأول المعرفة الصحيحة بالموصوف عبر أدوات المعرفة هذا الطريق الأول أنت تعرف خصوصيات هذا الموصوف عبر أدوات المعرفة وتصف ذلك الشيء تعطي جهاز مثلا لمهندس هذا المهندس عنده معلومات هندسية يفكك هذا الجهاز ويرى هذا الجهاز تفاصيل كذا ثم يصف هذا الجهاز لك بوصف صحيح الطريق الثاني الإحاطة يعني إحاطة الوصف بالموصوف وكل الأمرين مستحيل بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى لأن أدوات المعرفة عندنا الحواس والله ليس ماديا لكي نحسه بالحواس وأيضا لنا القوى الإدراك الباطنية قوى إدراكنا الواطنية هذه القوى أيضا محدودة عقل الإنسان محدود خيال الإنسان محدود سائر القوى الباطنية في الإنسان محدودة لذلك لا يعقل أن تمتلك أدوات معرفة كنه ذات الله سبحانه وتعالى نعم العقل يدرك أن هناك خالقا متحلي بصفات الكمال منزه عن صفات النقص هذا العقل يدركه لكن حينما تدخل في التفاصيل العقل يعجز لأن العقل كما ذكرنا فيما مضى يحتاج إلى أدات الأدات هي العلم العقل بدون العلم كالشخص الذي وضع حاجز أمام عينيه فلا يرى له عين لكن هذه العين بحاجة إلى نور حتى ترى الإنسان البصير له عين هذه العين أدات الرؤية لكن لازم يكون نور إذا ماكو نور الإنسان لا يرى لماذا لا يرى؟ لإشكال في عينه لعدم وجود النور العقل أداته العلم مثلا أعقل العقلاء إذا لم يعلم بوجود خطر لا يتوقع ذلك الخطر فإذا وقع عليه الخطر لا يلام مثلا جالس في مكان لا يعلم بعد دقيقة سيحدث انفجار مثلا فإذا حدث الانفجار وهذا العقل أصيب لا يلام لماذا؟ لأنه لم يكن يعلم نعم إذا كان يعلم ولم يتحرك يلام لا نقول له أنت أعقل العقلاء لماذا لم تتحرك؟ يقول لأني لم أكن أعلم فإذن العقل يحتاج إلى أداة هي العلم كالعين تحتاج إلى نور للرؤية زين هل أنت تعلم بكون حقيقة ذات الله؟ كلا فلذلك العقل حينما فقد الأداة أداة المعرفة الحقيقية التفصيلية لا يمكنه أن يصل إلى كونه ذات الله سبحانه وتعالى هل يمكن أن نعلم بكونه ذات الله؟ كلا ولا يحيطون به علما يستحيل لأن الله غير محدود ونحن محدودون فإذن لا يمكنك أن تصل بعقلك وبعلمك إلى المعرفة الصحيحة لأن المعرفة الصحيحة تكون عبر أدوات المعرفة أو عبر الإحاطة وكل الأمرين بالنسبة إلى الإنسان حينما يريد أن يصف الله سبحانه وتعالى مفقودان فلذلك لازم يقتصر بالمقدار من الأوصاف التي وردت في الشرع لذا الإمام يقول وأن يوصف الذي تعجز الحواس أن تدركه لا تدركه الأبصار الحواس تعجز من إدراك الله سبحانه وتعالى والأوهام أن تناله أن تناله أوهام يعني قوى الإدراك الباطنية من العاقل والخيال والوهم وما إلى ذلك الأوهام تعجز عن إدراكه لا الحواس تدركه لا القوى الإدراكية الباطنية تدركه والخطرات أن تحده خطرات يعني ما ينقدح في الذهن خاطرة تأتي في الذهن وأيضا هذه من القوى الإدراك الباطنية والأبصار عن الإحاطة به هذا الجانب الآخر الطريق الثاني وهي طريق الإحاطة هل الأبصار يمكن أن تحيط بالله سبحانه وتعالى إضافة إلى استحالة رؤية الله كما مر سابقا الله غير محدود والبصر محدود فلذلك لا يمكن أن يحيط البصر بالله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك الإمام يقول أنت اقتصر بما وصف الله به نفسه وقد ذكرنا فيما مضى هناك بعض الأوصاف موجودة في القرآن أو في السنة المطهرة نصف الله سبحانه وتعالى بهذه الأوصاف هناك بعض الأفعال هي أفعال لله سبحانه وتعالى لكن الوصف لم يوصف به الله مثلا أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون هل يجوز أن نقول يا زارع لا لماذا لأن هذه الآية أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ليس في مقام تسمية الله سبحانه وتعالى بالزارع وإنما في مقام بيان أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخرج هذا الزارع فلذلك أنت تقول هكذا بأن الله هو الذي يخرج الزارع هذا لا بأس به لكن أن تسمي الله بالزارع كلا جل عما وصفه الواصفون جاءوا عقلاء من كبار الفلاسفة كأفلاطون وأرسطو وغيرهم ثم بعد ذلك بعد الإسلام كبار من الفلاسفة المسلمين كالفارابي مثلا جاءوا ووصفوا الله سبحانه وتعالى بأوصاف لا توجد في الكتاب والسنة فأخطأوا على رغم أن هؤلاء كانوا عباقرة لكن العبقري إذا أخطأ الطريق لا يصل إلى نتيجة هناك علم يسمى علم المناهج كل علم له منهج إذا الإنسان عن طريق منهج ذلك العلم سار يصل إلى النتيجة لكن إذا خلاف ذلك المنهج سار لا يصل إلى نتيجة تعالى نراجع إلى الفلسفة اليونانية أو كذلك الفلسفة التي تسمى بالفلسفة الإسلامية عندهم قسم ثالث في الفلسفة يسمى الطبيعيات الطبيعيات معناه تحليل الظواهر الكونية الطبيعيات لماذا تحدث الزلزلة ما هو القوس الذي يسمى قوس قزح عند عامة الناس مثلا لماذا هناك بعض البراكين لماذا كذا يبحثون في العلوم الطبيعية لكن أخطأوا المنهج العلوم الطبيعية المنهج فيها هو التجربة لا الجلوس في غرفة والتفكر عن طريق العقل هؤلاء كانوا يجلسون في غرفة ثم يبدأ عقليا يحلل القضايا الطبيعية لذلك أكثر من 90% من الطبيعيات الفلسفية ثبت في العلم الحديث بطلانها لماذا؟ لأنه مو أنه هذا الشخص الذي يفكر مو عبقري لا عبقري كان لكن منهجه كان خطأ العلوم الطبيعية التجربة الحواس هي التي تكون طريقا للوصول إلى الحقائق لا الجلوس في غرفة مظلمة أو في برج عاجي والتفكر في ذلك إلى أن تصل عن طريق المقدمات العقلية لذا الإمام يقول جل عما وصفه الواصفون كما يقول الله في سورة الأنعام سبحانه وتعالى عما يصفون وتعالى عما ينعته الناعتون الفرق بين الوصف والنعت قد تكون كلمتان مترادفتان تم تكرار الكلام للتأكيد وقد يكون النعت في الأوصاف الزائدة عن الذات كما في الخطبة الأولى من نهج البلاغة هكذا الشراح يفسرون النعت والوصف أعم من ذلك وقد يكون الوصف في الصفات السلبية لأنه في القرآن الكريم 14 مرة ذكرت كلمة الوصف باشتقاقاتها وكلها في نافي الولد ونافي الشريك ونافي الصاحبة وفي مثلا بعض الأمور التي كانوا يكذبون فيها الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يصفون فلعل الوصف في الصفات السلبية والنعت في الصفات الثبوتية لذا الإمام يقول جل عما وصفه الواصفون وتعالى عما ينعته أن ينعته الناعتون ثم بعد ذلك الإمام ينتقل إلى موضوع آخر نأى في قربه وقرب في نأيه الله ليس مادي وليس في مكان لذلك لا يتصف بصفات الأجسام الأجسام قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة لأنه الجسم نسبته مع جسم آخر هذه النسبة المكانية قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة فالقرب والبعد إنما يكون في الأجسام التي هي في المكان قريب في المكان بعيد في المكان أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى الله ليس بالجسم وأيضا ليس في مكان لأنه هو خالق المكان الله خلق المكان ولا يعقل أن يحيط المخلوق اللي هو المكان بالخالق فلذلك الله ليس في مكان ولا جسم لذا لا يقال إنه قريب جسما أو بعيد جسما وإذا كان هناك تعبير بالقرب فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان المراد به ليس القرب المكاني وإنما المراد الإحاطة العلمية والإحاطة بالقدرة الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء علما وقدرة يعني علم الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء فيعلم كل التفاصيل وهو اللطيف الخبير وقدرته نافذة في كل الأشياء لا بمعنى أن الله حال في الأشياء لأن هذا الحلول عمر جسماني والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك عندما يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ليس بمعنى أن الله حال في جسم الإنسان والعياذ بالله فهذا كفر وإنما المراد ونحن أقرب علما وقدرة لأنه ليس في مكان الله سبحانه وتعالى محيط بكل الأشياء لكن ليست إحاطة مكانية لذا الإمام يقول نأى في قربه وقرب في نأيه الله محيط بكل شيء لكن مرتبته عالية لا توصف وأنه تعالى جد ربنا الله سبحانه وتعالى يتعالى مقاماته رفيع الدرجات لا يقاس بالمخلوقات فنأى يعني بعد عن المخلوقات في قربه يعني على رغم أنه محيط علما وقدرة بهم لكنه في المرتبة الله سبحانه وتعالى لا يقاس بالمخلوقات والمخلوقات لا تقاس به نأى في قربه وقرب في نأيه فهو في نأيه قريب وفي قربه بعيد في الأجسام لا يمكن أن يكون شيء قريب وبعيد إما قريب وإما بعيد لكن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم وليس في مكان فالقرب في الله سبحانه وتعالى بمعنى سيطرته وإحاطته علما وقدرة والبعد فيه ليس بمعنى البعد المكاني وإنما المراد به أن الله سبحانه وتعالى عال مرتبة يتعالى عن صفات المخلوقين فهو بعيد عنهم كل البعد من حيث المرتبة لكنه قريب علما وقدرة ثم بعد ذلك للحديث تتم لأن الوقت انتهى نتركه إلى حلقة قادمة إن شاء الله هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم يا الله الله يا الله الله يا الله اشتركوا في القناة